يبدأ أول أيام موسم الأصفري بعد غد الجمعة والذي يبلغ عدد أيامه 39 يوما ويتزامن مع دخول ثالث نجوم سهيل ويتميز الموسم بأنه تتضح فيه رؤية سمات فصل الشتاء المقبل من حيث البرودة والأمطار وتغير درجات الحرارة وتأتي تسمية هذه الأيام بالأصفري نسبة إلى صفرة السماء ناتج عن القبار العالق بالجو نتيجة ركود الهواء تقريبا في هذه الفترة أو كما قيل بسبب صفرة الشمس وقت العصر أو الإصفرار الأجسام نتيجة إصابتها بأمراض الخريف نتيجة تغير الطقس وميله إلى البرودة من جهته قال الفلك الكويتي عادل السعدون أن موسم الأصفري يبدأ في العشرين من سبتمبر الجاري مشيرا إلى انتشار أمراض الخريف في هذه الأيام وهي معروفة لدى الكويتيين بأيام الأصفري التي تلي دخول نجوم سهيل إلى أن يبدأ الشتاء ويحذر الأطباء هذه الأيام من انتشار أمراض الحساسية التي تؤدي إلى احتقان الأنف والعطس والرشح وتستمر مع البعض طوال الفترة حتى موسم سقوط الأمطار والبعض الآخر تستمر معه عدة أيام وقد تهدأ ثم تعود مرة أخرى إضافة إلى انتشار أمراض أخرى كالحمى الروماتنزمية والحمى القرمزية والدفتيرية كما ينهى عن النوم تحت أديم السماء بسبب تقلب الأجواء السريعة وتمنع ممارسة السباحة في الأماكن المكشوفة وخاصة لمن يعانون حساسية الصدر والجلد كما ينصح المختصون بتناول المضادات الطبيعية بكثرة مع الوجبات وغيرها مثل العيمون والزنجبيل